في البداية طبعا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دايما بيحرص في كل أحاديثه وخطاباته إن هو يتكلم عن العمل والاجتهاد علشان مصر تتقدم إنت شايف إيه حضرتك خصوصا التقدم في المجال الزراعي أولا عام إحنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس على المجهود العظيمة اللي يرزلوه في مصر في ظل ظروف صعبة جدا 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 وظروف الاقتصادية والغلاء وارتفاع مستوى المعيشة حاجات كتير لا يا ريت أنت في حرب أنت حواليك معارك رهيبة عشان البلد دي تقع الناس فهمة غلط الارتفاع ده جاي من ضغوط كبيرة عليك فيه أهداف معينة يراد أو أن هم عايزين يوصول لها مرتبطة بالاقتصاد أكتر يا دكتور ولا مرتبطة بإيه بقى لا هي مرتبطة بتحقيق أهداف أهداف سياسية أهداف سياسية لناس ما أو لبلد ما لكن مصر بخاطر رئيس ربنا طبعا حميها طبعا هيحفظها ويجب أن احنا نقف جنب الرئيس وجنب جيشنا أكيد طبعا ونمنع أي حد بيتكلم نسمعه أكيد لأن فيه ناس كتير قوي بتتكلم كتير والوضع مش محتاجي الكلام بك نوقف ونجاب زعزعت الأمن الهدف منها ونجاب كل عدو لهذه البلد الجميلة العظيمة مصر عظيمة قوي أكيد طبعا طيب أنت شايف تقدم الزراعي في المجال يكون إزاي يا دكتور لا في مجالات كتير الزراع في مصر يعني نوصل لإنتاج الزراعي أكتر نعمل إيه؟ سيادة المحافظة أو سيادة الوزير الجديد رئيس المساكي للوزارة الزراعة فيه شغل كويس بتعمل بس فيه نقطة كتير من ضمنها الاهتمام بالشباب ثقافيا وفنييا زراعيا عشان هم محتاجين ده لأنه ما فيش أمل أو منجة إلا بالزراعة إحنا دولة زراعية عظيمة يجب أن احنا نختار المحافظات كلها ونشتغل عليها على أمل أن احنا ننجح في هذا المجال وولدنا يقوموا بهذا الدور دايما يعني أو اللي شوفنا أكتر أن طلبة السنوية العامة لما أقدموا في التنصيق دايما بيختاروا كلية الزراع أولوياتهم إيه اللي شجع الشباب أنه هو يتجه للزراع يا دكتور أشرف؟ أولا فرص العمل الموجودة في مصر أغلبها في هذا المجال فإحنا لو زودنا المساحات والرقعة الزراعية نشغل فيها أولادنا طلبة كلية الزراعة من سنة أولى يدرس في الأرض أرض مصر كل شيء عندك أربع سنين لو العدد كبير يشتغل في أرض مصر كلها وده حق نجاح كبير أثناء دراستهم ولا بعدما يخلصوا؟ لا أثناء الدراسة أثناء الدراسة أه ما فيش شهادة إلا لما يكون خرج على أرض الواقع ودرس والمدرس بتاعه بيتدرسنه جوه الأرض على الطبيعة هل ده متاح في الدراسة عندهم إمكانيات ما فيش حاجة بصعبة لا لا هي مش متاحة هي مش متاحة؟ لكن ممكن تكون متاحة ممكن تكون متاحة يعني نوع من أنواع التدريب وأن أنا أوعي الشباب أكتر أنهم يدرسوا وشافوا ده على أرض الواقع على الطبيعة بالعكس عن طلع شباب قوي جدا زراعيا لأن الدراسة مش في الكتب الدراسة تبقى في الطبيعة على الطبيعة ترجمة نانسي قنقر